اشتركوا في القناة سهلا دكتور قديش يعني مهم هذا الموضوع لأنه هالأيام عم نلاقي استخدام الرموش وتلزيق الرموش عم بيكون كتير يعني حتى بأعمار مختلفة حتى يعني بالسنين المراهقة فخلينا نبدأ يعني هل هو بيأزي العين؟ يعني احنا حاليا منشوف كتير ظاهرة استخدام الاكستنشن أو الرموش الصناعية الهدف منه تطوير الرموش طبعا هذا موضوع تاني نحكي عن تطوير رموش العين هلا كتير ناس باستخدموا الرموش الصناعية نعم يعني احنا ما رحب نركز بشغلتين مهمات استعمال الرموش هو ما بأذي العين لكن لازم ان تستخدم بطريقة صحيحة كيف؟ لما تتلزق الرموش تكون الجفن نضيف نحاول انه ينحاط بطريقة بروفيشنال يعني حدا فني بالتركيب أو حدا عارف كتير بتركيب الرموش برضو من المشاكل اللي نلاحظها حاليا مع استعمال الرموش الصناعية نوع الصمغ أو القلو هلا لازم نستخدم القلو معين بيستخدمه أو بيجي مع الرموش الصناعية تستخدمه برضو هذا اللي قلو له مضار يعني فيما نشوف حالات كتير بيجي بالتهاب شديد بالجفن أو التهاب داخل العين لأنه هذا اللي قلو عبارة عن مادة كيموية فإذا دخل على العين ممكن يسوي حساسية كبيرة تيجي العين حمراء دمع كتير تحس الصبية فيه مثلا شغل الثاني ممكن يكون بعضهم غير نظيف أو التهاب بالجفن مع استعمال اللي قلو ممكن يأدي للتهاب بكتيري أو فيروسي بالعين نعم برضو بالنسبة للتركيب الدائم ايش بيكون الخطورة؟ التركيب الدائم هو عبارة عن زراعة شعيرات سواء كانت شعيرات طبيعية زي زراعة الشعر أو حاليا بيستخدموا ايش بيسموا أكرر لك أو صناعي أو من نحكي الفرو هذول الشغلات تزرع بشكل دائم بالجفن بدها عناية فائقة وبدها تدير باله المريض أو الإنسان على أساس أنه ما يصير عنده التهاب برضو بهم أنا بحكي بشوفها برضو هذيك اليوم شفتها بالعيادة بحكي إنه الشاي للرموش يعني آخر اليوم أو تاني يوم الصناعية يجب أن يكون شوي شوي ليش؟ لأن هذيك لاب إجارة نصبية شاي للرموش رايح نصف الرموش الطبيعية بنعرف إنه إحنا شلت الرموش بالطريقة بسرعة أو بطريقة غير صحية لازم بأدى لتكسر الجفون الطبيعية والجفن إحنا عارفين إذا شعرت الجفن راحة صعب أنها ترجع فبندنا نكون حذيرين كثيرا باستخدام الرموش يعني برضو بإزارتها منيحكي إنه كون الصمغ ليش منتركز على الصمغ لأنه الصمغ اللي يستعملوه بالرموش هو صغب من يكون يدوب بالمي بالتالي لازم ننظف الجفن كويس بالمية ونرطبها بعدين نشيد الرموش مش إنه فورا يتم نزات الرموش هو يدوب بالمي عشان هيك هلأ الرموش ما بيرجع بينمو يعني الرموش عادةً بتطول فترة طويلة حتى ترجع تنمو من جديد نعم طيب دكتور بآخر دقيقة بنحب نحكي برضو المكياج بشكل عام مش بس لرموش المكياج بيأثروا على صحة العين كيف؟ يعني إحنا كثير صبايا بيستخدموا المكياج برضو في معلومات مهمة نحكي كتباع عيون عن المكياج شغلة مهمة دامة بنحكيها إنه إذا كان المكياج مفتوح أكتر من ثلاثة لأربع شهور يفضل عدم استخدامه لأنه عادةً هاي الفترة ممكن تنمي بكتيريا داخل المكياج شغلة تانية مهمة استعمال أدوات حوالين العين المسكارة أو الفرشاية من حد لحد ممكن تنقل مرض وعادةً منشوفها كثير بالالتحابات بتصير تعدد برضو شغلة استعمال مواد كيموية نحنا والباودر خاصة ممكن تدخل على العين ممكن تسوي إلى تهيج ممكن تأدي إلى تحسوس ممكن تأدي إلى التهاب برضو بنبهني إذا مثلا اليوم من الأيام تحسستي من نوع مكياج معين أو من حوالين العين نحكي بشكل ذات غيريها بيكون هذا مثلا سبب أنه سوى حساسية مزمنة لأنه ممكن أدي زي ما حكينا إلى تورم بالجفن دمع كثيرة دائما بتحس الصبيع أنه فيه دمع لما تحط مكياج معين دائما عيونها بصير حمر معناته فيه مشكلة من هذا النوع من المكياج طب دكتور بتعرف أنا بألاقي يمكن أكتر شي ممكن هل بيأثر على النظر يعني مثلا أي مواد بتحطها عشان تطوير الرموش مثلا في كتير مواد بنشرية هلا تطوير الرموش أو مثلا زيت خرواع بتحطه مثلا بيكيو تيب على الجفن هلأ هذا بيأثر على النظر؟ يعني هلأ إحنا موضوع التطوير الرموش موضوع كبير وحاليا قاعد من طريق كبير وعينها يحساسي كل يوم بننساء العن وبالعيادة وبالسوشال ميديا يعني عادة زيت الخرواع صدقا ما فيش دراسات تثبت أنه بيطول الرموش ولا زيت الزيتون زي ما بيجي نلأس إلي هلأ فيه في قطرة معينة بتطول الرموش لكن يفضل أن استخدامها تحت إشراف طبيب العيون لأنه ممكن تأدي إلى تغير بضغط العين واحد قطرة يعني جوى العين؟ لا قطرة على الرموش على الجفن؟ على الموش بتستعمليها على الجفن بس لازم تكون تحت إشراف لأنه إلها برضو مضاعفات جانبية هلأ الأدوية الثانية بتستخدم تطوير الرموش لا يوجد شيء مثبت صدقا أنه تستخدمه لتطوير الرموش إلا قطرات معينة أما الكريمات والهاي بنا نكون حذرين لأنه بعض يحتوي على الكورتيزون وإذا احتوت على الكورتيزون ممكن تأدي داخل العين تمام شكرا كثير لك دكتور يعطيك ألف عام شكرا